نعم صلاح نايف سديري السفير السعودي لدى دولة فلسطين سيصل بعد قليل وسيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني حتى يكون السفير غير مقيم وهو أيضا سفير المركة العربية السعودية في الأردن هو ذات السفير سيكون لدى دولة فلسطين هذا السفير سيقدم أوراق اعتماده ليصبح أول سفير وأول زيارة تاريخية لمسؤولين سعوديين إلى الأراضي الفلسطينية على وجه التحديد فعليا صلاح هذه الزيارة ينظر إليها فلسطينيا بأنها زيارة على قدر كبير من الأهمية إن كان السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية هناك علاقات قوية جدا ما بين السعودية وما بين دولة فلسطين هناك أيضا تنسيق مشترق دائم بصورة تامة بين الفلسطينيين وبين المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات السياسية وغيرها من المجالات ولكن بكل الأحوال نحن نتحدث عن زيارة هذا الوفد السعودي الرسمي سيصل إلى دولة فلسطين ومن ثم سيستمر في لقاءاته مع الجانب الفلسطيني بعض المصادر تحدثت لنا بأن السفير السعودي لربما سيلتقي بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وكذلك أيضا سيلتقي برئيس جهاز المخابرة العامة لواء ماجد فرج وقبل ذلك في هذه اللحظات بعد قليل سيصل إلى حيث نقف إلى مقر وزارة الخارجية الفلسطينية هنا معنا دكتور أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني دكتور أحمد هذه الزيارة على قدر كبير من الأهمية والعلاقات الفلسطينية السعودية علاقات لم يشبها أي توترات منذ بدايتها كيف تقيمون هذه الزيارة؟ بالعكس هي علاقات تاريخية أخوية جذورها عميقة في التاريخ نحن نرحب بهذه الزيارة سعادة سفير المملكة العربية السعودية وصل بالفعل إلى أرض دولة فلسطين وسيقدم نسخة من أوراق اعتماده لمعالي وزير الخارجية ولسيد الرئيس محمود عباس ننظر لهذه الزيارة كمحطة تاريخية مهمة من أجل تعزيز وتعميق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وهي بالضرورة ستفتح المزيد من أفاق التعاون المشترك في المجالات كافة هل هناك تنسيق أيضا لربما لزيارة السفير نايف سديري إلى مدينة القدس؟ نعمل أن تتم هذه الزيارة في القريب العاجل هذا يعتمد على جدوى الأعمال سعادة السفير شكرا لك دكتور أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني نحن نتحدث أيضا عن زيارة مهمة لغاية المملكة العربية السعودية فعليا سلاح كان لها قنصلية في مدينة القدس عام 67 ولكن بعد احتلال إسرائيل للشطر الشرقي ولمدينة القدس أغلقت هذه السفارة على وجه التحديد ولكن بطبيعة الحال هناك ترحيب واسع من قبل الرسمية الفلسطينية لهذه السيارة لما تحمله لربما من خطوة قد تدفع بالعملية السياسية السلمية إلى الأمام من جديد وربما أيضا ستكون هناك علاقات وثيقة وعلاقات ربما تنسيقية في كل المجالات إن كانت دبلوماسية على صعيد الخارجية الدبلوماسية وكان أيضا على الصعيد الداخلي الفلسطيني لربما بالوصول إلى مصالحة فلسطينية أشكرك شكرا جزيلا لك ضياحوشية مراسل الغد كنت معنا من رمالة ترجمة نانسي قنقر